مع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية ازدادت وطيرة هجرة الجسم الطبي في لبنان بعدما بدأت هذه الموجة عام 2019 حيث قرر ألاف الأطباء والممرضين الهروب من الواقع المعيشي السيء والبحث عن غد أفضل في الخارج كل الأطباء لزول اقتصاصات المرتبة والمهمة صار فيهم اتصالات من بره وهاجروا لغاية هلأ تقريباً عندنا شيء 3500 طبيب من اقتصاصات معينة وعندك شيء كمان بحدود الـ 4000 ممرض وممرضة مع الأسف الشديد وهو اللي أخدوه النخبة المستشفيات أصبحت فارغة من كادرها الطبي ما يرتد كوارثة في الأمن الصحي حيث توفي طفل مؤخراً لعدم توفر طبيب متخصص بجراحة القلب لمعالجته في اقتصاصات انفقدت في اقتصاصات انفقدت كان عنا مثلاً سبع أطباء خصائيين بجراحة القلب عند الأطفال بلبنان هلأ بدندي واحد تلاقيه عم بيبرم بهالمستشفيات لحيله في أطباء طوارئ فلو أطباء مختبر أطباء راديو ترابي بالراديو أطباء وخاصة كمان المشكلة الأساسية أطباء غسل الكلة في أربعين بالمية منهم فلو معظم القطاعات بما فيها المستشفيات سعرت بالدولار فهل انعكس ذلك دولرة لرواتب الممردين للحد من هجرتهم؟ الممردين أكيد نزيدوا بالمستشفيات لو ما نزيدوا بفلوا نزيدوا نص عم بيقبض دولار نص عم بيقبض لبناني في منهم عطوهم في بعض المستشفيات عطت بيوت قوض للممردين انه خليك يومين ثلاثة ورا بعضهم بتشتغل وبتفرس يومين بدل ما تروح وتجي كل يوم يعني عملوا دوامات يرتاح أكتر بالمواصلات كمان البنزين ألف مليون وثمان مئة رح سير مليونين ظاهرة هجرة الجسم الطبي ألقت الضوء على ضرورة إعطاء المستشفيات والأطباء مستحقاتها المتأخرة من الدولة والجهات الضامنة كي تتمكن من دعم موظفيها فيه مستحقات سنة الـ 22 كله ما حدق أبضه وضو شهر 3 شهر من الـ 23 يعني الطبيب كمان عنده عائلة وعنده أولاد وعنده مدارس وعنده جامعات مثل البشر اللي عايشين يعني كله يتنع بهالبخرة بدك دل تدعمه شوية لا يضل واقف هجرة الأطباء والممردين تشكل نكسة كبيرة للقطاع الاستشفائي بعدما حل لسنوات قبل الأزمة الأولى عربيا والسادس والثلاثين عالميا ما يستدعي اليوم خطة طوارئ صحية لإعادة لبنان مستشفى الشرق الأوسط من جديد ترجمة نانسي قنقر